قبل أن تبدأ الفيديو سوف نقول لك بالملخص جميع الدروس اللي كانت هنا في لاب باش فيسبوك أو للقناة اليوتيوب جميع الملخصات pdf كانين في الموقع دي الإلكتروني www.englishwithtosos.com إذا ما تكتب هال www.englishwithtosos.com كتب غير English with Tosos في المحرك البحث جوجل سوف تتعليك الموقع دي الإلكتروني والأولاني فتمك هتلقى الملخص دير جميع الدروس الفانكشن الغرامر tenses vocabulary and writing وكذلك هتلقى منهجيات جاهزة بالنسبة للwriting السلام عليكم مرحبا بكم في قناة English with Tosos لتعلم الغانة الإنجليزية ونشاهد دروس الثانية باكالوريا فهذا الفيديو إن شاء الله نكمل تثيمة درس المود والفوربس and by the way إذا كنت ما زال ما تفارشيش في البارت الأولانية اللي هو الجزء الأولاني فراه ضروري ضروري خصك تفارش فيه والأول عادي ممكن تفارش في البارت 2 اللي هو هذا سوا ما حتش نوصيك باللي راه ضروري خصك تفارش فيه مزيان سوا ده بندوزه المودلز of obligation يعني المودلز اللي كنستعملوهم في الإجبار أو للإلزام قدر مثلا بش فيديو أو أولا أستديك يقولك necessity نفس المعنى الضرورة أو التعبير عن الإلزام هدو هما المودل اللي كنستعملوهم في الـ obligation must have to وكذلك ناخد المثال الأولاني بالنسبة المست Muslims must fast in Ramadan هده مست جيت بش تعبر على إلزام المسلمين بصوم شهر رمضان يعني ضروري خصهم يصوموا شهر رمضان people must eat to stay alive يعني خص الإنسان يأكل باش يبقى على قيد الحياة ودي حاجرة ضرورية اللي هي necessity أو obligation ممكن شي واحد اللي مغلش يأكل وغدي بقى عايش دكتشي يقول لكم باللي ماس كنستعملوها في obligation أو necessity الضرورة مزيان لبهد ماس كنستعملوها في present هده حاجة معروفة have to وهاستو كذلك كنستعملوها للتعبير عن الإجبار أو للضرورة وكذلك في present عد قولي شنو فرق بيناتهم هناخد واحد الأمثلة بدكين ونقلك شنو فرق بيناتهم I am late I am late I have to go now يعني أنا تعطرت خصني مشي دابا هذا I have to يعني يجبو علي حالة بحل ماست يجبو نخدم مثل ثاني she has to study hard يعني خاصها تخدم بجد عشقنا has to وما قلناش have to حين تعادنا شي وحنا عارفين باللي she, he, it كتجي معها has to I, you, they كتجي معها have to مزيان دبه have to كيكون هذا الإجبار نابع منك أنت شخصيا مثلا I am late I have to go now يعني أنا خصني ضرورة يمشي دابا هلاش حين تعطلت يعني ذلك الإلزام أولا الضرورة نابع من ذلك النتاية أما بالنسبة لماس فاعتبر ذلك الإلزام جاي من شخص واحد آخر مثلا في الجملة اللولانية مسلمز must fast يعني المسلمين خاصهم يصوموا في رمضان من نجاه الإلزام جاي من عدد الله سبحانه وتعالى وإحنا لا يذرنا على رأسنا لا وكذلك الجملة الثانية people must eat يعني الناس خاصهم يأكلوا باش يبقوا على قيد الحياة هالإلزام وإحنا الفرطه العراسي أكيد صفقين فاق بخلاصة بخلاصة must هذك الابليكيشن كي يجي معا عن طرف واحد آخر أما have to فهذاك الابليكيشن أو هذك الضرورة كتكون نابع منك أنت شخصيا دب عندو زول hot to هتا هي التعبير عن الإلزام أو الضرورة obligation أو necessity أتقول لي شنو فرق بناتا معا وتاني هنقول لك فرق سهل وبزاف بزاف دبه have to or must عندو منفس المعنى ياك في present إيوه السيدي hot to هي المريض يالهم بجوج صافي بكل اللي بساطة ناخد واحد متان كما قلت لكم hot to كنستعمله في الباز يعني ماليش نقول أنا ملزم نقول كنت ملزم أو لا اضطريت ناخد واحد متى باش تفهمه كتر I did not go out last night because I had to study يعني الليلة الماضية ما خرجتش علاش حينت كنت ملزم أو كنت مضطر أنا نحفظ too simple ناخد واحد متى الاخر I did not want to kill him but I had to يعني ما كتش باغي نقتله ولكن اضطريت هذا مقطع من فيلم وصحي أهانسا نزدوا ميسر اخر ولكن من فيلم تفرج معين فهذا المقطع ولكن قبل ما تتفرج غالطة واحد معلومة بسيطة على هذا الفيلم هذا هذا الفيلم ما كنت شو واحد نتفرج بالنسبة للدرالي هذه الخطنة اللي غدوي دابع كانت عدوه حد قوة خارقة وما كانت تقدر تحكم فيها وكانت تقتل بزاف دلناس فهذا الشخص اللي معها دابع كان كيبغيها واضطر انه يقتلها حينت تقتل الناس الابرياء فجأت وفي الحلم وذلك شي وقالتي هاد الحاضرة هذه وشوف هو بالتجاوبة تكلمت هنا انت تؤمنين جميعاك فجأة 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 لاحظة ستفرج فكرة هذا يقع في الماضي يعني كان متضطر انه يقتله ما قلت لن أحد أنا معمل يعني كنت متضطر لذلك حين سوف نحضر فجأة فجأة دابعك المستنات او لا تقدر تقول mustn't and by the way مني كتدي لها contraction ما كنقوله must not لا ما كنطقوش جدي كنقوله mustn't mustn't بالنسبة لهذا mustn't كنستعملوها في الprohibition يعني في النهي فاش كنبيغون نعبروه عن النهي يعني ما تديرش ذاك الحاجة وخمعت شنو ناخد واحد الميتة باش نفهمه muslims must not drink wine يعني مسلمين ما خصهمش يشربو الخمر ها ديرا ما فياش الالزام ما ديرا فيها النهي يعني ما خصكش تديره نهائيا حرام ناخد واحد الآخر مثل نكتبش السبيطار ونتعرف السبيطار خصمتك مش غدلقى you must not smoke here يعني ما خصكش تكمهنا تحت اي ضرف كذلك نقعدو نستعملو كانت ونقولو في نفس الجمل muslims can't drink wine يعني مسلمين ما خصهمش يشربو الخمر وبالنسبة الجمل التانية you can't smoke here نفس المانا فهاتش اللي كان في الموضلز of obligation وكذلك prohibition سودة بندوز the modals of certainty يعني التعبير عن التأكد تقدر تسمع logical assumption يعني الافتراض المنطقي ناخد واحد مثال بسيط وغنفهمو بي في الكلاس ديالكم عندكم واحد الصديق اللي ما كيغيبش نهائيين وخيكون الشك الطيح تشلج معه شنو ما كيغيبش واحد نهاريات مجاش القيسم يعني ما حضرش فانتا غتقول أحمد did not come to school today he must be sick يعني أحمد مجاش اليوم للمدرسة لا بد أنه مريض كما نقول نحن بالدرجة وبهاين سيكون مريض فهذا الحال انتش ندرسي The logical assumption يعني ذاتي الإفتراض المنطقي حينت أحمد وعمره غيب وخيكون شتاولد تجقيطه كيجي ديال من القيسم فهذا الشيء يجعلك أنت تكون متأكد باللي غادي كوم رايد حينتا هو السبب الوحيد اللي غادي خليه أحمد ما يجيش تفقين ناخده سدي مثل واحد آخر ولكن غنتفرجوه في هذا المقطع هذا هذا اللورد ستارك ما كينش شي واحد اللي ما تفرج في السيري ديال Game of Thrones طبيعة الحال في ذلك السيجن ما غيريش يعطيه الماء اكله ويته الله فيه وغادي يعطيه الماء وذك شي غادي يخليه بالجوب طبيعة الحال فغايتخل عنده واحد السيد غادي يقول لي You must be thirsty Lord Stark You must be thirsty You must be thirsty فشنو قل له هات السيد هذا يتأكد باللي هاتك اللورد ستارك راه في العطش طبيعة الحال حين تركين في السيجن وعارف باللي ما غادي ما كيش شي واحد اللي غادي يجيب لي الماء ما كيش شي واحد اللي غادي يجيب ليه الماء ده الفتراد المنطقي بانه غادي يكون في شجوع او لا غادي يكون في نطش هدي حاجة البينة ومعروفة متفقين ده بس يدين دوزول Luck of Necessity حنا قلنا في اللول Can Obligation و Can Necessity هنا في هات الموضل زي هاته اللي غاستعمله هو العكس دي ال Obligation والعكس دي ال Necessity Luck of Necessity هو عدم الضرورة and Luck of Obligation هو عدم الإلزام العكس دي ال Obligation هو Luck of Obligation أو No Obligation والعكس دي ال Necessity هو Luck of Necessity وانترك عارف شنا هو Obligation وشنا هو Necessity مزيان فهذا Luck of Necessity كنتستعمله Don't have او لا doesn't have لحسب الضمائر doesn't كجمعها هي شيئت و don't بقي الضمائر I, you, we, they هات Don't have او لا doesn't have كنتستعملها بالتعبير عن شيء غير ضروري ولا أفعله دائما ناخده واحد مثال You don't have to come to the party if you don't want to يعني انت غير مجبر انك تجي الحفلة يلا ما كنتش باغي فقد لاحظ انت عندك خصية بغيتي تجيجي بغيتي ما تجيش ما تجيش ماشي ملزم عليك انك تحضر الحفلة ناخده مثال ثاني She doesn't have to wake up early on Sunday mornings بمعنى هي غير مجبرة انها تفيق بكري في الصفاحات ديال النهار الحد لابس يدغى نزول needn't وكذلك سيئة عند نفس المعنى تعبير عن شيء غير ضروري ولا افعله دائما ناخده واحد مثال You needn't go to the university to register You can send your application by email يعني انت غير مجبر انك نمشي تال لافاك بش تسزل يكفي انك تصيفت هاتك الطالب ديالك عبر الايميل صافي يعني شي حاجة اللي غير ضرورية مش يحتاجة تمشي لافاك عاد تسزل مزيان سواء تشيك انفايت الفيديو كتمنوا تكون سسافتو وفهمتو كما معكم خليل تسوس and see you next video سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا